وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكامل جهود أجهزة الدولة بشأن إضافة مساحات جديدة للرقعة الزراعية المستصلحة في توشكا مع تطوير نظم الري والوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة المنطقة جاء ذلك خلال اجتماع لسيد الرئيسة مع لواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ولواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عامي جهازي مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ولواء أركان حرب توفيق سامي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأراضي الصحراوية ولواء أركان حرب كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات ولواء أركان حرب محمود فكري مساعد رئيس الهيئة الهندسية لمشروعات توشكا وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات استصلاح الأراضي في جنوب الوادي بتوشكا وقد تم في هذا الإطار استعراض الخطوات التنفيذية لمشروعات تنمية توشكا وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المعنية بما فيها المساحات المنزرعة والمستهدف استصلاحها بالمنطقة فضلا عن جهود توفير الموارد المائية والبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات خاصة ما يتعلق بمحطات الرفع العملاقة وشباكات المياه وأجهزة الرأي المحوري وتبطين الترع بالإضافة إلى الأعمال الصناعية والهندسية الجارية تنفيذها من قبل جهات الاختصاص الحكومية وكذا سير العمل الخاص بتطوير الطرق والمحاور المؤدية لمنطقة جنوب الوادي وقد وجه الرئيس بتكامل آليات العمل بين القطاعات المعنية بالدولة من أجل إضافة مساحات جديدة للرقعة الزراعية المستصلحة في توشكا وتطوير نظم الريء والوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة المنطقة ترجمة نانسي قنقر